لبنات جبت لكم واحد للمولة الوصفة بقشر الرمان والنهشا يا لبنات هاد الوصفة ما نوذيكم شو ما نقولش لكم على كيفاش غتخليكم انتو مليغات حكموا وانتو مليغات يتشربوا بالعوي ناس ديلكم ما شاء الله على بياب على نعومة على شد التراهولات على علاج التجاعيد والتخلص نهائيا لبنات من التجاعيد والخطوط الرافعة وصفة تحفنت من اي وحدة تنطحي دلعقز وتجربها وتقول لي في كومنتها كيفاش جاتها واشنالت الاستحسان ديالها واشنالت الاعجاب ديالها واش فعلا كيما تنقولوا لقات عليها فعالية ولا لا فهد الوصفة هدي يعني في الموسم ديالها اللي هي موسم ديال الرمان بصفة عماحنا اليوم ما نحتاجوش الرمان وانما غادي نحتاجوا لبنات غير القشر دياله باش نبيضوا به ونعالجوا به تجاعيد ونصفوا به البشرة قفوص فزوينة سهلة مهلا بمكونات حتى ومبساطين غير قشرط رمان ونشاكة مكوناتين أساسيين وقبل كل شي حبيباتين تمنا هاد الفيديو نالت احسان ديالكم تمنا كدلي كي نال اعجاب ديالكم لينو في حل هاد الهميزات الصراحة كي يعجبوكم بوحد شكل كبير كبير بزاف كما قلنا لبنات بالنسبة للرمان هدا هو الموسم دياله يعني الموسم ديال الرمان دابرة موجود في المغرب بسة دراهم، سبعة دراهم، ثمانية دراهم يعني هدي هي الوقيتة ديال الرمان فهم طبيت الحال كتجيبين الرمان بالكيمياء اللي بغيتي كتستفدي منه كتاكليه باش تستفدي منه داخلياً ولكن القشر دياله أغلبية فينا كان نرميه وما كان بقوش مثلاً مفكرين أنا مخصناش الرمان وفات النرميه أوتوماتيك مو ما تنحسو شي بياتا كان نكونوا رمينا كل القشر دي اللي عدنا ديال الرمان وبالتالي هذا خطأ لأنه قشرة رمان كنز والله القسام إلا كان نهدر معكم بكل صدق كنز في البيت لأنه كيعالج الشيب كيرتب الزغبة كيقويها من غير الوجهه لوكوغ وهذا يعني كان نهدر على الشعر كذلك زوين حتى اللي بغتي آنتيم يعني زوين لأي بغتي بغيتي فانصحكم بالقشر ديال الرمان مفيد الواحد الدرجة ما تصوروه شي لبناس على البال انت من هادلا triangات تحيدو العقز لون بعض المعقازات اليوم غدا نديروها بعد غدا نديروها و أكثر حاجه لا يديروها الصراحة الله يعني كيبسوا يتفوقوا و يقلونها و شاء حاجه لا تقدر فانت من هادلا فيديو تنضوا اتحيدوا علي العقز و تجربوا لي هادلا عقز وتقولヽي إكيفو جداكم في التعليقات وشفعل لنا تلسي حسن ديلكم وشفعل لنا في عجب ديلكم وشفعل لنا للطردات ديلكم أنا متابعة الحال كنرحب جميع لي كومنتر أي وحدة جربتش وصفة معينة فتخلينا في التعليقات أراني جربت هاد الوصفة الفلانية باش حتى أنا نجرب الوصفة ديلكم كاملين في التعليقات وحاجة غنطلبها منكم الله يرحم بيها الولدين ثم كامل البنة اللي كتشوفوا فيها دابا هي اللي لايك ديلكم أنا مزوجة فيكم من الغزالة ديالي والمتسبيعة ديال الوفيات اللي كتشوفوا فيها أي وحدة كيعجبها المحتوى ديالي وكيعجبها الكونتوني ديالي ديال لاشين فما تنسانيش بوحد اللايك الله يرحم بيها الولدين حبيباتي اللي لايك ديالكم مهم من ليا وكذلك كما تنقولوا إحنا يا التعليقات ديالكم أو للي كومنتر ديالكم الناس اللي كتخلي ليا اقتراحات الناس اللي كتخلي ليا تساؤلات استفسارات ولينا الوصفة ديالكم اللي انتم مجربينهم اقتراحاتكم شنو بغين تشوفوا إن شاء الله في الفيديو المقبلين ولا في لايغ وستة المقبلين فمرحبا بيكون بناس على الرسل والعين أي حاجة بغيتوها أنا واجدة موجودة باش أنقضها لكم إن شاء الله فالمهم كما قلنا ما تنسونا شمال اللايك باش هكذا كنزيدوا نخدموا كتر كنزيدوا نبدعوا كنزيدوا نجيبوا الجديد ولي كومنتر وكذلك حبيباتي على بركتي الله حبيباتي سوف نتعرفوا على المكونات هذه اللغة بسيد الطريقة للتحضير الطريقة للإستخدام والاستعمال المهم أول حاجة سوف نحتاجه هنا القشر للرمان ليس الرمان غير القشر هانتم عندي تقريبا هنا يوحد رمان او لا قل هانتم بالنسبة للرمان اللون أم دي اللي يحفظها في الموسم ونستفدو من النور الرمان يعني كناكلوه ولكن القشر اللي لا ترميش كتخبيه في واحد اللصة اللي هي مشمسة مشي غير تخبيه لانو لا خبيته مثلا في واحد العلبة ولا هذا راه كيبقته كيخسر لكيوالي اخضار كيوالي اخضار كيوالي اذا كيوالي فيه الجراتيم هذا سوف يخصك تلوحي انتيا إذا بتي تحتفظي يخصك تدريه بلسم شمسة في حل الصطح في حل الشيش يرجم كتدخلو الشمس بزاف هكذا كيبقى ديما كين التهوية وكذلك حتى الشمس كتدخلو باش ينشف او باش يكرم من ذاك الماء ويبس وبتالي هكذا ممكن تحتفظي بيه في أي علبة وتخليه يدوم معاك أعوام وأعوام لانو العطار راكتلقي عندو القشرة الرمان خمسة سنين وكترق المهم فاقلنا القشرة الرمان هما اللي غانحتاجو باش نعرجو تجاعدهم بيض صفي ها هما البنات رادي جا طحنا منهم شوية ولكن هنا را عندي باودر را ما كنخليش انقشرة الرمان حرش لانو 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 را يقدر يسبب لك كما تقولو شي مشكل فلوكوغ ديالك كذلك حبيباتي الناشا ها ورا عندي هنا فادي زليفة ولكن نوريكم النوعيات اللي كنستخدم لانو بزاف المتسبيعات كي سولوني فكن ستخدم البنات ها النوعية ديال مايزينا هيا زهرة الدورة غبرة في 170 جرام اوسي البنات كنستخدم هادي ديال في 180 هادي ديال هادي البنات كدير سبعة ديال دراهم وهادي ديال دراهم بجوجو مزيانين يعني اللي توفر عندكم فهاتي جدي النوعيات را را خدم لكم مزيان اما انشاء هادي نوعيات في المغرب خصوصا را موجودين وبتمال الحمدلله جيد مناسب بالنسبة لبنات المكونات التانوية فغدي تحتاجوا معايا ان شاء الله الى زرعة الكتان ها هي البنات غادي تحتاجوا معايا الشوفان او لا الخرطان يعني الشوفان نشاء زرعة الكتان القشر ديال القشر ديال الرمان وكذلك حبيباتي غا تحتاجوا معايا ان شاء الله الماء ديال الزهر ها هو هنتم ماء معطر او ماء يعني اصطناعي خالي من الكحول علش كناخد خالي من الكحول بشك دا نعرف شنو كندين يعني ما نستخدم شي حاجة اللي تقدر تدرني ولا تسبب لي شي مشكل المهمة انتم المضي الزهر الشوفان و قشر الرمان زرعة الكتان و كمسلا نقول احنا الناشق الناشا الشوفان زرعة الكتان الرمان باودر ومازهر دابع البناس وصلنا الخمسة ديال المكونات هادو هما المقادر اللي عندنا الصراحة كان بزفة المقادر اخرى كان بامكان نزيدهم لكم ولكن قلت بزفة البناس غيقول لي احنا بغينا وصفة ما قل وذل بنا وصفة بسيطة اقتصادية رخيصة مبغيناش وصفة تشارجيها علينا بزفة ماكسيموم من اني منديش لكم شي وصفة لي كثيرة او لهذا لديش حاجة لي بزفة بزفة المهم هادو اللي كان معلقة زريعة الكتان معلقة الشوفان ومده بغينا نجمع بعد كل شي نجمع المهم دفع البناس غادي نضيف كمية من بودرة قشور الرمان يعني كتاخذ قشور الرمان وكتحني وكتسخدم ميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر سنزيد الكمية لما الزهر حتى الوقات لنجمع الوقوف لا يكون بدون سائل و لا يكون عاقد 100% قم بق س سيكون متوسط سيكون الاسم تجمع المكونات جيدا ومع طريقة التطبيق المصدر المصدر لكم عبر التحتغل سيكون هناك من أول جديد سوف يركزوا نفسنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للقشرة الرمان باودر فهو مغانيين بالفوائد والمزايا التي لا تعد ولا تحصى لعلاج تجاعد كما قلت لكم حتى في الشد و حتى في التضييق بعض اللي باقتي انتين بالنسبة للبنات والنسبة للقشرة الرمان خطرين لهم ولا شبه إلا ما عندكش حساسية فغيستخدميهم كذلك الرمان شي حاجة غزال هنتم البنات هذا الرمان هذا سيكون من فعله بيض سبب تقرب الوقت و أدخل بشبه أجل سبب معهم و احضرت بيض والذي يكون حمر و لا يقوم بتكليف سواء كان حلو سواء كان مر او لما كان مسوش شوية فغير كولي ستستفدي منه الجسم ديالك سيسرع عملية الهضم مفيد للجهاز الهضمي غزال كي يحمق يا البنات إلا كليتيه أو لا إلا استفدي منه داخليا مفيد للدات ومطبع الحال القسر دياله هم اللي كنستفدي منهم خارجيا كما قلنا غزالي الشيب غزالي التساقط الفراغات كذلك حبيباتي زوينين الناس اللي كيبغيوها كدية يعالجوا التجاعي يدير طبول وجيه ديالهم يعالجوا السيكات خيس يعالجوا نمشوا الكلف يعني قشرة الرمان ديال هاد المسألة هادي انتم ناغر هاد لا غزالي تكون خفيفة ضريفة على قلوبكم وأهم حاجة عندي هو تمشي وتجربوها وهانتم ما نبيت نوريكم شوفوا هانتم ما حبيباتي انا غير بتنبيي اللي يكون واحد اللمعة كتكون في اللوكوغ بعد ما كتغسليها ومزار رهما يعني كمسا نقولوا ما اعطتني شديك اللي غايز والتال 100% انو بقى ما نشفاتش بقى كتلسق فالمهم البنات هذه هي الوصفة ديال اليومة اللي كتكون من قشر ديال الرمان ونشا التبييد الجسم وعلاج التجاعيد وجميع اللي بقى غتي من شاء الله ترجعي في سنة 16 وفي سنة 18 سنة وصلنا نهاية الفيديو ما تنسونا اشمل اللي لايك عافكم البنات ضروري اللي لايك والاشتراك ديالكم فلاشين تفعلكم نزيل الجرس وانتلقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء